الكوربس لوتيم اند ايتس فيت طبعا الجزء ده انا شخصين بعتبره مراجعة على الوفيريان سايكل لان اتشرح قبل كده في الوفيريان سايكل وبرضو السلايد اللي فات اللي هو الديفولوب منتو افزا جرافيان فولكل دي مراجعة للوفيريان سايكل لكن كويس ان احنا بنراجع عشان نفهم كل قصة ادي الجرافيان فولكل كونتها ايه هنا دي زي ما احنا شايفين الاحمر ده اللي هو زونة باللوسي ده وده كومولوس اوفريكاس دوت وده فوليكولر انترام او فوليكولر كافيتي وده فوليكولر سيلز وهنا سيكا انترنا وسيكا اكسترنا احنا عرفنا بقى في اليوم الاربعتاشر تحت تأثير هرمون اسمه LH بتربشر الماتيور جرافيان فولكل وبتطلع هنا السكندري او او سايت وبعدين الجزء ده الجرانيولوزا سيلز اللي هما دول مع الثيكا انترنا والثيكا اكسترنا بيعملوا حاجة اسمها كورباس هيموراجيكم بعد كده الاوفري اللي بيجي له هرمون اللي اسمه LH بيرسب مادة صفراء اللي هي ويحول الجرانيولوزا سيلز لكورباس لوتيم او لوتيا لإيه سيلز والكورباس لوتيم ده بيزيد فيه البلوت فيسلز وبيفرز هرمون اسمه برو جستيرون البرو جستيرون ده بيسرح او بيمشي في الدم بكسافة عالية طبعا اتفانت ده من يوم اربعة اربعتاشر اربعة عشر يعني عشرة ايام الكورباس لوتيم بيبقى موجود طبعا بعد كده في انتظار الوفم دي نشوف اين اتيجتها الوفم دي بتروح للفالوبين تيوب لو حصلها fertilization يبقى الكورباس لوتيم بعيش 4 months وده بيسمو كورباس لوتيم of pregnancy 4 or 6 months if fertilization اوكر اذا الfertilization اوكر the كورباس لوتيم بيرزيست up to 6 months it is enlarged and is cold of كورباس لوتيم of pregnancy وده بيبقى مسؤول عن كمية الستروجين والبروجسترون اللي بيتفرزوا اللي موجودين في البلد بتاع الفيميل طول الاربعة او 6 months الاولانين اثناء الحمل ده if fertilization اوكر اذا حصل fertilization للوفم لكن طيب بعد 6 months دي يسألك امال الهرمون الاستروجين والبروجسترون بيحصل عليهم الجسم ازاي بنقول بعد 6 months دولت بتكون تكون البلاسنتا البلاسنتا اللي هي اسمها المشيمة دي اللي بتتولى افراز الهرمون اللي هو البروجسترون اللي احنا محتاجينه علشان تتمم عملية البرجنس عشان البرجنس يفضل احنا محتاجين بلوجسترون واستروجين دولت بيجيبهم بعض الشهر السادس بعد من الكربة سلوتي تدمر يبقى بيجيبهم من البلاسنتا نيجي بقى طيب افرد ما حصلش فرتليزيشن يعني عاشت من يوم 14 ال 24 الاوفم وما حصلش فرتليزيشن الكرباس لوت يام ده اللي كان كبير وبيفرز اوشترزين وبروجسترون في البلد بتاع الفميل وبيعدها عشان تستقبل زايجوت بتستقبل جنين ما حصلش فرتليزيشن يوم في هذه الحالة الكرباس لوت يام ده يضمر وفي هذه الحالة يتحول لكرباس البيكنز من يوم 24 لحد يوم 28 يتحول لكرباس البيكنز ويبطل افراز الهورمونز يبقى ايه مصير كرباس لوت يام نقول كرباس لوت يام في احدى المصيرين اف نوفرتليزيشن كرباس لوت يام برزيس من 10-14 يوم وبعدين دي جينيريت بتحول لكرباس البكنز إذا تحدث المفترض، المتحدث المعروض أن يقتل القبسة معروض ويعد على نوع 6 موانات ويكون نعطل ويحسن المدريباً يسمى القبسة for B لابدًا في 6 موانات، من المتجسد من المعروض، ويقف فيها ويكون يجب �وطة المعروض بمعروض بمعروض